الحاجة اللي هي كانت عم ترجى في مصر وفي العالم اشتريت مرة من ورسة أحد كبار رجال الأصار مصحف مؤرخ سنة السبعين هجرية كتبوا الصحابي الحسن البصري مكتوب على رئ بالخط الكوفي الجميل المذهب في منتجة الجمال ودفعت في سبعين جليه يسوى ملايين درسته فقلت ده يعني ده النسخة التانية لأنه أعرف لا يوجد غير نسخة واحدة في دار الكتب فده النسخة التانية بص إيدي الحمد لله يا رب رحت أسأل عن النسخة الأولانية اللي أنا فاكرة موجودة في دار الكتب قلت له معابوس رقب كذا وده تعمل في رسالة دكتورات تحت الدكتور إبراهيم جمعة وإبراهيم جمعة نشره في كتاب وده الرقم بتاعه جابوا لي الرقم لقيته أنه هو مصحف تاني من الدولة العثمانية يا جماعة ده مصحف معروف قال لك لا ما عندناش اتصلت وقتها بالوزير الثقافة العطيفي وتقول له سيادة الوزير المصحف بتاع الحصر المصري مفقود من عندكم قال لي ديني نص ساعة وكلمك في البيت كلمني الوزير قال لي لا أنت يعني بدور كلام مش مظبوط المصحف موجود موجود عندنا وتقول له سيادة الوزير بعد روض الساعة هتلقى المصحف مسلمه لمدير أمن الجيزة وقد تم ولد في القاهرة في شهر نوفمبر عام 1926 هو رجل متدين هو باحث في البرديات الإسلامية ترجمة نانسي قنقر كان والده مديرا للبريد السوداني ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة سنة 83 قزعت الأراضي الصحراوية لحوالي المكان فحصل وجود مشروع مياه جوفية بدأت المياه الجوفية تزداد في هذه المنطقة اليونسكو هددت بشيل منطقة أبو مينا من خريطة التراث العالمي بدأت تعمل مشروع لهذا المكان بتكلفة من الحكومة المصرية قدرها 50 مليون جنيه في سنة 59 جي قدست البابا كيرالوس السادس وبنى الدير الحديث اللي هو دير مريمينة الحالي وبدأ يعمل فيه الكاتدرائية الكبيرة وبدأت الزوار تيجي في هذا الدير ويعيد اصدهار هذه المنطقة بالكامل كعصرها الصابق ومن ضمن هؤلاء الناس اللي بيجي يزوروا دير مريمينة الدكتور هنري أمين عوض وهازا رغبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صورة للشهيد العظيم ماري جيرجس صاحب المعجزات التي قمنا بها كثير من المساحيين هنا أنبوب يحتوي على رفاة الشهيد العظيم ماري جيرجس والحقيقة أنا معجزات وبركات ماري جيرجس علي لا حصر لها ولا عدد دكتور هنري أمين عوض باحث وطبيب تمثل ما قاله العقاد من إن الله جبل شامخ الوصول إليه من دروب مختلفة فكانت الأديان صباح خير يا دكتور صباح العسل عايزة أتكلم مع حضرتك من بداية الحكاية عناية لكتير أنا أساساً طبيب أخصائي أمار الجلدية وتنسلية وهويت عاشق لقراءة التاريخ وخصوصاً التاريخ الإسلامي ناس كدير قوي يقول لك إيش معنى الإسلامي لأن التاريخ الإسلامي تاريخ متحرك تلقي فيه أحداث تشدك تلقي فيه دولة ماشية بمغتيرة واحدة دولة مماليك أبانداونس سرعات اللي بأكد التاريخ أو ينفيه هو الأثار على سبيل المثال كان في دولة المماليك البرجية أحد المماليك فناس بيقولوا حكم ما حكمش لم توجد أي عملة لهذا المماليك إلا العملة الوحيدة موجودة في العالم هي من الموتي الخاصة والتي أهديتها إلى كلية الأثار جامعة القاهرة المقريزي ده الشيخ المؤرخين مرات قال حاجة غلط قال لك لا يوجد بمصر من الضراهب من الضراهب اللي هي العملات الفضية سوى عملات من الأيام الحاكم بأمل الله وأو أحد كلفاء الفاطميون قلت له لا على المقريزي أنا دارهم ضربة بفصطات مصر سنة 200 هجرية شو معنى التاريخ الإسلامي بالزيد؟ يعني ليه مش هو التاريخ القبطي؟ فيه زي ما تقول فنون خبطية فأنا ما ليش في الفنون قوي لأنه هو كله الفن القبطي أكتر من الأسارة القبطية هو ده المهمة ما أخدتش فرعوني ليه؟ لأن أؤمن بلعنة الفراعنة استفدتوا بقى من دراسة المخطوطات الطبية دي أفدتني أن أنا أعيد إلى الماضي العلاجات اللي هي استعمالها القدومان المصريين استعملوا اليونان والرومان والاستعملوها في الطب الإسلامي ابتدت أعمل وصفات كتيرة جداً منها فأفدت من الدراسة التاريخ والمخطوطات الطبية في شغلاتي مجموحتي أساساً أكبر كمية تعود إلى حضارة الفستاط اللي هي العاصمة الإسلامية الأولى في مصر اتبنت سنة 21 هجرية اللي قائد كان عمر ابن العاص الفستاط كان عبارة عن خرايب كان فيه واحد مأجرها ده كان صديقي بيأجر ناس يهزوا الترابة عشان ياخدوا الطينة أو السبخ يسمدوا بالزراعة فبيفضل في الغربال بعض الحاجات الأسرية كان بعد ما يعمل الغربال يروح رامل الغربال فروحت كم مرة هناك لقيت فيه مجموعة من حاجات كده مصدية هذه الحاجات المصدية دي طلعت المجموعة الوحيدة في العالم في الجراحة الإسلامية لدرجة أن فرنسا طلبت في معرض بالمعرض واليابان اتناشط خطع من المعروضة تتعرض في فرنسا وتتعرض في اليابان وجدت خطع إزاز كانوا بيسموه أعر الإزازة عليها كتابات كوفية مبكرة تدل على أختام للمكايل الزجاجية اللي كانوا بيعيروا بيها مفردات الأدوية والأغذية لميت مجموعة جبيرة جدا تعتبر وسائق للأعشاب والأغذية في فجر الإسلام بمصر أهم بقى مجموعة عندي كان بيلقوا ورق ملفوف عامل زي ورق الموس فكان بقولوا إيه قالوا لي بنلقى ورق الموس بتعملوا بيه إيه لما بيحوز يشرب شاي بنولعه ومليشرب بيه بتقولوا بلقى ورق الموس ده أنا عاوزه فلما مولي كمية كبيرة من ورق الموس اتعلمت زي أفرده طلعت أنظر مجموعة وسائق إسلامية من فجر الإسلام في مصر البردية الوحيدة في تاريخ الطب في العالم مفيش غيرها دي مجموعة القصة أول عقد زواج في الإسلام تسعين هجرية ده مجموعة القصة بعض البرديات تدل على الالتقاء الحضاري بين المسلمين والأباط اسمها بايلينجوال بايلينجوال يعني ذات اللغتين يدي الخليفة الأمر بالجزة كذا 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 كان الصرف واللي بيأخذ الخراج مسيحي ما عرفش يكتب بالإبط الأسامي ويكتب فكان اسمها بايلينجوال يؤيد التأخي في الأدمنستريشن بين المسلمين وبين الآباط أنا عاود بقى يتعمله دراسة حديث نبوي الشريف نقيته في البخاري في مسلم على إن سيدنا جبريل نزل على رسول الكريم وقال له اقرأ علي القرآن وقرأوا النبي بمزيد السلام حضرتك شايف إن مقتنيات الفصات دي أراخت للفترة دي؟ لقد اندسرت مدينة الفصات للأفسق الشديد العاصمة الإسلامية الأولى لمصر تقريبا بيت كلها مباني خراصرية ملاهي حديقة الفصات في جوه حتة تغير بعض المباني للفصات يعني في أي دولة من الدول أي عاصمة كان لازم عمل عليها أسوار ودي موجودة ومحدش لديها العاصمة الإسلامية فقد اندسرت الفصات اللي مقرخ لها بقى الحمد لله أزهي المجموعة مرحبا أنه يجب أن ترى الحمد لله إزالي ومعه أزهي المجموعة أزهي المجموعة الدولة لا تشاهدك شبائل كثيرا أريد أن أعلم كل شيء بالك في الفصات أريد أن أتكلم معك عن كل شيء بالفلطاط سأخرج الكتاب الأول ونرى هل يمكننا أن نتحدث معاً ونتحدث؟ لها حضارة خاصة، حضارة إسلامية الروح، مصرية الأصل، دي مجموعة من أدوات الجراحة، هنا هنلقى فيه مجموعة كبيرة جداً من المشارط، مجموعة من المراقط، مجموعة من أدوات الجراحة، فيه إبر جراحية، فيه أصناف من المقصات، فيه المقصة ده مهم جداً ده أبا شاول ليه، لأن ده موجود لإنسانات الإناء في الفستات، والإناء عنده قدماء المصريين، والإناء مرسوم على معبد كوم أمبو في اللوحة بتاعت الأدوات الطبية من أهم الحاجات اللي جات من الفستات، وجبناها من الفستات، ورصناها من الفستات، المنسوجات، قطع من المنسوجات أظهر في الكتاب دكتور هنري، وأظهر في الكتاب ألوان وضقة عمل المنسوجات، مفيش حد قبل كده أجمع الحاجات دي زي دكتور هنري، أول واحد جمع الحاجات دي، ومن أهم الحاجات دي الخرض اللي إحنا اتشفناه في الفستات، واللي مجموعة اللي أداها دكتور هنري عندنا كمان حاجات بتدل على السياسة والسياسات الخارجية والتعاون مع الدول الأخرى، فكان فيه خرص جاي من أوروبا، من الصين، من كل مكان، وده يدل برضو إن إحنا ما بناخدش بس بتاريخ الفستات، من العماير والأماكن، بس جمان التاريخ الاقتصادي والسياسي للبكان، وللوقت دوت في الفستات دكتور هنري، أنا عايز أشكرك جداً، مش بس عشان الكتام دوت، بس الواقع أنك اديت المجموعات بتاعتك لأماكن كتيرة، كتبت الأسكندرية، المتحف من الإسلامي في قاهرة، كولية الأثار جامعة القاهرة، لسهاج جامعة سهاج، لجامعات كتيرة، مصر والمصريين هيستمتعوا بكل المجموع بتاعتك، أنت صديق حميم جداً، وصديق عزيز جداً، وأنا عايز أشكرك جداً جداً أن أنا أعرفك الدكتور هنري أمين عوض، أنا بعتبره قبطي عاشق للأثار الإستمائية بدأت أتعرف بالدكتور هنري، بدأت أشوف اهتمامه بالعملة، لأنه إدى وتبرع دي مجموعة خاصة كان بيملكها، وإدها للمجلس على الأثار هو شخصية، بعتقد شخصية فريدة بالنوحة، إدى حياته كلها، وعشقه للتراث الإسلامي، وخاصة العملة موسيقى 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 باتحف خاص بالعملة يبقى أول باتحف في التاريخ بيحكي تاريخ العملة من العصر الينان الروماني حتى العصر الحديثي وبالتالي تكون مجموعة هنري هنري أمين عوض هي مجموعة مهمة جدا بتظهر إزاي تلاحم الناس مع الأثار لعالم كبير جدا وراهب في علم الأثار الإسلامية وأنا على هذا الأساس فكرت إنه لازم يكون في مكان نكرم فيه هنري أمين عوض أحب أثر إلى قلبي هو هذا الدرهم الفضي الذي يضرب بفصات مصر عام 200 هجرية وهذا يعد حدثاً في علم الأثار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا فكرت إنه لازم مصر يبقى فيها متحف للطب وتاريخ الطب واخترنا القصر السكاكيني لأنه بيعتبر مكان رائع جميل عشان نرمم هذا القصر ونعمل سيناريو نعرض فيه الجراحة على مر الأسور وأيضاً الطب في العاصر الماء الروماني والإسلامي والعاصر الحديث كانت مكتبة إسكندرية محببة إلى قلبي فحاولت جاهداً أن أهدى لها ما تبقى لدي من أثار واتصلت بالوزير الفنان فروح حسني طالباً منه أن يساعدني في إهداءها إلى مكتبة الإسكندرية واتصلت بالأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين أدازي رخبة وأنا بكل فخر أني قد أهديت إلى مكتبة الإسكندرية الشامخة مجموعة من الأثار النادرة التي لا تقدر بتمن وقد منحتني المكتبة درعها مرتين من تقاليد مكتبة الإسكندرية أنها بتقيم في كل فترة احتفالية خاصة لأصحاب الإهداءات المتميزة الشخص الوحيد اللي احتفى به احتفاليتين هو الدكتور هنري أمين عوات لأن ما قدمه يتجاوز في أهميته المقتنيات نفسها من عمولات ندرة أو من كتب ندرة وبعض المصوص المخطوطة باليد وبالتالي كان ده بيدينا فرصة كبيرة للإشارة إلى ما قدمه هذا الرجل المصري الجميل الذي كان بجوارنا خطوة بخطوة أيام افتتحنا مكتبة الإسكندرية وساعدنا بما قدمه لنا من إهداءات أنا معجب جدا بمتحف الحضارة لأنه يحكي حضارة مصر من قبل عصر التاريخ حتى عصرنا الحال واتفعت مع أستاذي وصديق الدكتور علي ردوان أن كل ما أمتلكه أو أهدايته إلى متاحف الدولة المختلفة يتحط المتحف الحضارة لأن متحف الحضارة أساساً معمولة في الفلسطات ومجموحة كلها أساساً من الفلسطات جميع الأديان متشابهة أحنا اللي بوزنا الأديان أغلب المتعصبين يعني حداك شايف أن فيه متعصبين في المسيحين متعصبين في المسيحين متعصبين ومسيحين ممكن أكتر منهم وده نتيجة جهر وبأفتكره كمان وبأكد أنه قل الدين يعني اللي يعرف دينه مضبوط لا يمكن أنه حارب أحد الأديان الأخرى المنزلة ده بقى إله أديه ده بقى إله خمس سنين خمس سنين عملتله إياه لاجه أنا عملتها الأول بقيتها لديزر وقيتها لا كأن حاجة مكرمشة وانت عاوز تفريتها تبقى تفريتها إلا مرة الصبح ودقرية بالليل لو تقتربع مرات معي فريش وده المرهم ده بالليل واشوفها بعد شهر حيكون اتفردت أنا حاسس أنه بيمثل مصر وعشقه بيخلينا كلنا نقول تعظيم سلام لهنري أمين عوض هذه الهواية قد أسعدتني وأنا أعتبر أي إنسان ليس له أي هواية نافعة إنسان هو تعيس لأن طبعا مطاعب الشغل مطاعب الحياة لازم الواحد يلقى قناة يهرب فيها من الواقع والواقع فيه حاجات كثيرة قوي قوي متابعة وهكذا تمضي رحلة حياة راهب في الآثار الإسلامية إنها تجربة عطاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر